أصبح عليكم جميعاً وفوراً سيكون لنا حديث الآن مع الكاتب والباحث نواف أزر وأهلاً وسهلاً بك أستاذ نواف وشكراً لك على حضورك معنا شكراً لكم أهلاً صباح الخير يا أستاذ ونسترجع الماضي القريب عام أعتقد 2021 كنت ضيف علينا في كورونا يعني وفي ذلك الوقت كانت الموسوعة جاهزة ولكن كانت باللغة العربية وكانت تتحدث عن الهوليكوست الفلسطيني المستمر أو المفتوح نعم واليوم يعني حضورك بسعدنا أنه عملك بتم ترجمته للغة الإنجليزية نعم وممنونين جداً ميسو أنا لهذا الإهداء اللي بنيعتبره بصراحة قيم جداً ويضيف الكثير لأمكتبتنا باللغة الإنجليزية شكراً جزيلاً أنه الله يعطيك العافية على جهده وممكن نحكي على النسخة الإنجليزية لو تكرمت نعم أولاً شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة الطيبة في هذا اللقاء وأعتقد أننا تحدثنا سابقاً مطولاً عن الموسوعة باللغة العربية والآن كانت أهمية قصوى لترجمة الموسوعة باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية لمخاطبة الرأي العام العالمي المهم فيما يجري في فلسطين أن ينقل إلى الرأي العام العالمي فما يجري في فلسطين لم يحصل في التاريخ من حيث سياسات التطهير العرقي والإرهاب والجرائم وهذا المشروع الصهيوني الإقتلاعي الإبادي يجب أن يغطى على أوسع نطاق على المستوى الدولي حرست جداً ككاتب ومتابع لكل شؤون الصراع الفلسطين العربي الصهيوني على توثيق كل ما يتعلق بتفاصيل ومحطات ومراحل هذا الصراع في إطار موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم والمجازر الصهيونية التي لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية على المستوى الدولي فقررت أن أترجم الموسوعة العربية إلى اللغة الإنجليزية وتوزيعها على كل الصفرات الأجنبية على وكالات الأنباء الأجنبية على الجامعات الأجنبية أمريكا وأوروبا على المؤسسات والمراكز الثقافية الأجنبية وقد وزعت عدداً كبيراً من النسخ في هذا السياق المبرمج هذه الموسوعة تتكون من ثلاثة أجزاء في الحقيقة الجزء الأول وهو مهم جداً يعني إذا كنا نتابع ما يجري في غزة بخلفياته الأدبية والأيديولوجية والسياسية التوراتية وغيرها ففي هذه الموسوعة الجزء الأول يغطيها بالكامل الأدبيات والنظريات الصهيونية السياسية والأيديولوجية التي تمهد للمجزر الصهيوني للإبادة الصهيونية وكلها وثائق يعني من مصادر موثوقة الجزء الثاني وهو أيضاً في غاية الأهمية ويغطي مسلسل الجرائم والمجزر الصهيونية الممتدة منذ ما قبل النكبة عام 48 وحتى عام 2022 في هذه الموسوعة والجزء الثالث ينطوي على أهمية قصوة أيضاً وهو عبارة عن جزء ملون مصور عبارة عن صور ووثائق والأقطات مؤثرة جداً في المشهد الفلسطيني هذا الجزء يتكون من 160 صفحة من الحجم الكبير وكلها صور وأعتقد أن الصورة تتحدث أو تحكي النكبة الفلسطينية أكثر من الوثائق والأبحاث والدراسات لذلك هذه الموسوعة أنا أعتقد أنه يجب أن تصل إلى كل المنابر السياسية والثقافية والدبلوماسية الأجنبية في البلد وفي الخارج أيضاً ونحن في هذا السياق مستمرون وأنا أنصحك بأن تقدم جزء رابع من هذه الموسوعة وأن توثقها من خلال الموسوعة الإلكترونية لأنه الآن أصبح لدينا في العام 2023 قبل كانت بالصورة في الجزء الثالث من هذه الموسوعة ولكن الجزء الرابع لديك الصوت والصورة والفيديو بأن توثق المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة بما حدث مؤخراً وأنا عملياً أعكف على توثيق كل شيء كل ما يتعلق بالقضيات الفلسطينية هل ستستمر في التوثيق خصوصاً بما حصل خلال هذه الموسوعة؟ بالتأكيد بالتأكيد وكل تفاصيل ما يجري في غزة اليوم كله تحت التوثيق والأرشفة لأنجز موسوعة كاملة حول هذه الحرب الإبادية الإقتلاعية الصهيونية الشاملة على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة لأنه في أهمية قصوى للتوثيق والتأريخ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية للرأي العام خاصة وللوعي العربي للوعي الوطني والقومي العربي أيضاً كأنك لما سميت هالهوليكوست الفلسطيني المفتوح كأنك كنت عندك عين على المستقبل وشايف أنه مستمرين الجماعة طبعاً بالتأكيد بالتأكيد كمتابع وباحث حريص على متابعة كل التفاصيل في القضية الفلسطينية دائماً يجب أن ننظر للمشهل الفلسطيني في إطار رؤية استراتيجية الباضي والحاضر والمستقبل إلى أين تسير القضية الفلسطينية ما هي سيناريوهات المستقبل ما هو مستقبل للصراع العربي الصهيوني المستقبل لا يشير لنضوج حقيقي لفراء السلام بالعكس كانت تآكل لفلسطين تآكل تآكل مثل الصورة اللي أنت أخذتها فبالتالي أو وضعتها يعني على هذا يعني اللي بوثقه في هذه الموسوعة أن فلسطين كانت لنا للشعب الفلسطيني والأمة العربية عربية الجذور والتاريخ والحضارة والمعالم في كل معالمها وتحولت فلسطين من عربية إلى صهيونية تحت السيطرة الصهيونية بالكامل كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولماذا تم اختطاف فلسطين من قبل المشروع الصهيوني من الذي يقف وراء اختطاف فلسطين إضافة للمشروع الصهيوني وما هو دور العرب في ضياع فلسطين أنا كمان يجب أن نسلط على الدور العربي تاريخيا لماذا كل هذا التقسير العربي نحن هلأ خلينا ندور على العرب نشوف وينهم بعدين نسألهم السؤال لأنهم غايبين يعني إلى حد مش مهم نعم مهم كثير هذا المهم نكمل الحلقة نتقوليش مش مهم أنا حلقة الأسبوع الجاي أنا بنكملها أنا في الحال اليوم في جبهة أممية مفتوحة على إسرائيل رغم يعني ما بدي أقول تماسك حكومتها أو الدعم اللي عمالها بتأخذه ولكن في جبهة مفتوحة على إسرائيل وبقدر أقول لك اليوم هل ممكن يكون في مناخ دولي مناسب فعلا لإحراج إسرائيل و تسميتها تحديدا و يعني و التأكيد على إنها دولة فصل عنصري يعني أمام كل حجم الدم اللي عماله بصير يغزق هذا المناخ الدولي ممكن يساعد على ذلك طبعا يجب أن يجب أن نتبنى شعارا كبيرا يتعلق بالدولة الصهيونية أن هذه الدولة ليست فقط دولة فصل عنصري هي دولة استعمار واحتلال واقتلاع و إحلال و إبادة جماعية و إجرام و إرهاب و إجرام بكل هذه المصطلحات هذه هي الدولة الصهيونية هي تجاوزت حدود التمييز العنصري أو الأبرتهايد كثيرا ما ترتكبه إسرائيل بين مزدوجين في غزة أكبر من الإبادة و أكبر من الهولوكوست أو الجينوسايد أو كل المصطلحات التي نتداولها إعلاميا حول ما يجري في غزة يعني أنا بحثت بصراحة في القواميس حول ما يتناسب حول مصطلحات تناسب ما يجري من هولي و حجم المجازر الصهيونية في غزة فوجدت أن ما يجري أكبر من كل المصطلحات و يجب أن نبحث عن مصطلح يعبر عن ما يجري حقيقة ضد أهلنا في قطاع غزة هذه محرقة و إبادة صهيونية مع صبق التخطيط و الإجرام و الترصد ضد نساء و أطفال فلسطين أنا بسميها عن بشرة العلياء الآن المحرقة الصهيونية ضد أطفال فلسطين طبعا نتابع كيف تستهدف الآلة الحربية الصهيونية الأطفال أطفال يبادوا بالجملة عائلات فلسطينية تبادوا بالجملة من إسائها و أطفالها و رجالها و شيوخها بعد إذنك أستاذ نواف هل وصل هذا الموضوع إلى مستوى التهديد أو الاقتراب من التهديد على هذه الجبهة بنزع الشرعية الأممية و الدولية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي بممكن أن نصل إلى مرحلة أن يتم وصف دولة الاحتلال عالميا بأنها دولة مجرمة دولة فصل عنصري دولة نازية أو حكومة نازية هل ممكن أن نصل إلى هذه المرحلة وهو أكثر ما يرعب دولة الاحتلال يعني إذا نقول أكثر شيء يرعبها يمكن على الجانب الجبهة العسكرية ولكن في عندها الآن جبهة فتحت أمامها لأنه أصبح العالم والغرب بالتحديد يصف دولة الاحتلال بأنها دولة إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها دولة مجرمة وهو تهديد خطير الآن هي دولة مجرمة طبعاً وهذا الكلام مدعم بالمشاهد الإجرامية التي نتابعها على أرض غزة هذه المشاهد لوحدها أنا أعتقد كافية لأن تقنع الرأي العام العالمي ومحكمة العدل الدولية لو جد جدها لو جد جدها بأن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في غزة جرائم لا وصفة ولا حدود لها على الإطلاق جرائم شاملة ليس فقط ضد البشر وإنما ضد كل شيء عربي فلسطيني في قطاع غزة فالهدف الكبير من وراء ما يجري في غزة ليس كما أعلن نتنياهو بالأمس أو كما يعلنون دائماً هو استعادة المخطوفين والقضاء على قوة حماس أبداً الهدف الكبير المخفي وراء الأجندة الحربية الصهيونية الحقيقية هو الإبادة الشاملة الإبادة بالمعنى إبادة الرواية الفلسطينية وإبادة الوجود الفلسطيني إبادة الجغرافية الفلسطينية إبادة كل شيء فوق سطح الأرض في قطاع غزة ولذلك هم يحرصون يومياً على تسوية كل ما هو فوق الأرض بالأرض في قطاع غزة أما الشعب يخضع الآن للإبادة والتهجير الشامل في إبادة جماعية الآن تجاوز عدد الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض أكثر من مئة ألف فلسطيني أكثر من سبعين بالمئة منهم من النساء والأطفال هذه إبادة لم تحصل في القرن العشرين لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية وأعتقد أن المشهد في غزة مفتوح إلى المزيد على المزيد على المزيد الأسوأ من الجانب الصهيوني من حيث هول الإجرام والمذابح والمجازر وأعتقد أننا أيضاً أمام مشهد فلسطيني آخر وهو يسجل في التاريخ المشهد البطولي الصمود البطولي والأسطوري الفلسطيني في قطاع غزة على الرغم من كل هذه الإبادة الجماعية لم يرفع فلسطيني واحد في غزة العلم الأبيض ولم نسمع عبر الشاشات أي فلسطيني يعلن موقفاً ضد ما يجري ضد المقاومة أو ضد الصمود الفلسطيني أو ضد القضية الفلسطينية هدفهم إسكات الصوت الفلسطيني وإسكات الزمن الفلسطيني ليس فقط في غزة وإنما في كامل فلسطين هذا الحكي لم يحصل نحن أمام ملحمة فلسطينية بطولية أسطورية عز نظيرها وأمام مقاتلين مقاتلين فلسطينيين أشداء أعتقد أنهم من زمن آخر ليسوا من هذا الزمن الذي نحن فيه استثماراً للوقت كونك باحث وكاتب وبحل أيضاً نسمع تحليلك السياسي وجهة نظرك في بعض الآراء حتى لو أنها ما عم تطلع على السطح بشكل كامل في الإعلام ولكن نسمعها بين فترة وفترة في مجتمع السوشال ميديا الإعلام العربي أو بعض الإعلام العربي لأنه ما منقدر نتهم لا المواقف العربية لشعوب لكتاب لكذا يعني تحترم ولكن بعض الآراء تحمل المقاومة نتائج انتفاضة 7 أكتوبر تحمل المقاومة نفس المقاوم الضياع جزء كبير من فلسطين تحمل المقاومة اليوم التكلفة الدم الباهضة كيف ممكن أنك ترد على هذا الطرح وأكيد هذا الطرح أنت سمعته أو لمسته هذا طرح خطير ولكنه موجود ولكنه موجود وفيه تيار تيار من الكتاب والمثقفين يتبنون وجهة النظر هذه اللي بحب أوضحه أنا في هذا الموضوع يجب أن لا نجلد أنفسنا كثيرا من حقنا أن ننتقد قرارات الفصائل الفلسطينية قرارات الدول العربية أن ننتقد كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية هذه القضية في غاية الحساسية والخطورة أن نتهم المقاومة الفلسطينية بأنها تتحمل هذا الثمن الفلسطيني الباهض جدا المرتفع جدا يجب أن ننظر لما يجري في غزة في إطار رؤية استراتيجية وفي السياق التاريخي للصراع الفلسطيني العربي الصهيوني في غزة اليوم محطة على سكة الكفاح الفلسطيني على سكة الصراع الفلسطيني الصهيوني ولكن هذه المحطة هي التي تشكل اليوم نقطة تحول استراتيجية في المشهد الصراعي مع المشروع الصهيوني يعني هي ليس بنت اليوم ما يجري في غزة ليس فقط نتاج اليوم لا تتحمل مسؤوليته المقاومة الفلسطينية اليوم وإنما يجب أن نقرأه في سياقه التاريخي هناك مسلسل طويل لم يتوقف من الجرائم والمجازر الصهيونية والتي تصل اليوم في غزة إلى ذروتها سواء قامت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر بالهجوم والاقتحام وهو هجوما واقتحام تاريخيا وستراتيجيا يجب أن يسجل في تاريخ ثورات الشعوب وكفاح الشعوب هذا الهجوم اقتحم جدار جابوتينسكي على امتداد حدود غزة أنا بسميه جدار جابوتينسكي التاريخي اقتحموا المعسكرات الإسرائيلية المستعمرات الإسرائيلية وأهم اقتحام حققته المقاومة الفلسطينية في هذا الهجوم اقتحام الجدران العظمية في رؤوس الإسرائيليين كلهم الجدران الأدمغة حرقة الوعي السياسي والأيديولوجي الصهيوني الذي كان معتادا على صورة واحدة بأن الفلسطينيين لا يتجرؤون أن يشنوا علينا هجوما لا يستطيعون أن يهزمونا فهذا الهجوم في السابع من أكتوبر هذا من أهم نتائجه حرق الوعي السياسي الأصيوني وقلب الصورة لديهم من صورة المنتصر الذي لا يهزم إلى صورة المهزوم هم الآن في وعيهم السياسي مهزومين تماما منذ السابع من أكتوبر ولذلك هذه الحرب المجنونة الهيستيرية الإجرامية التي لم يسبق لها مثيل على أطفالنا ونسائنا في غزة بسبب فكر هذا تداعيات هذا الهجوم الفلسطيني الكبير وهو هجوم كما قلت تاريخي وأسطوري ومؤثر جدا على الثقافة وعلى الوعي السياسي والأيديولوجي الصهيوني بسبب أيضا عقلية القلعة التي أقنعونا فيها وأقنعوا أنفسهم فيها وأقنعوا شعبهم فيها بأن دولة الاحتلال هي القلعة التي من المستحيل أن يستطيع أي شخص أو أي مقاوم أو أي حركة كفاح مسلح أنت أن تهاجمها ونجح الفلسطينيون في اختحام هذه القلعة نعم وما أريد أن أؤكد عليه أيضا من تداعيات ما يجري في غزة وبسبب هذه المحرقة الصهيونية المفتوحة ضد الأطفال والنساء هذا الإنقلاب التاريخي في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية نعم أستاذ نواف يعني أود أن أسألك عن موضوع اتحدثنا فيه قبل قليل ولكن يعني أود أن أصبع منك إجابة من بعد إذنك شافية ووافية بما يتعلق بموضوع نزع الشرعية الأممية والدولية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي هل ممكن أن نصل إلى هذه المرحلة هل وضعت هذه الفكرة خلينا نقول على أول السكة بأن يتم نزع هذه الشرعية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي نعم هذه معركة كبيرة مع المشروع الصهيوني ومع الغطاء الاستعماري الغربي لهذا المشروع معركة كبيرة نزع الشرعية الأممية عن إسرائيل يجب أن يخوضها ليس فقط الفلسطينيون وإنما العرب ومعهم كل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان على المستوى الأوروبي والأمريكي وهي بصراحة في تزايد واتساع وتأثيرها يزداد تلك الجمعيات تأثيرها تشتغل أكثر من العرب تشتغل أكثر من العرب بصراحة دورهم مهم جدا أكثر من الدور العربي على المستوى الدولي نعم ممكن الوصول إلى هذا المستوى إلى هذه المرحلة من المعركة لنزع الشرعية الأممية عن إسرائيل في عقاب ما ستقول عنه محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية نحن أيضا في محكمة العدل الدولية معركة كبيرة جدا حتى قبل قليل كنت تقرأ بعض التعليقات العبرية على لسان رجال القانون الإسرائيليين يقولون بأن الشكوى أو الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ستفشل أمام محكمة العدل الدولية إذن هذا سيناريو سيناريو إسرائيلي على الأقل بأن تفشل هذه الدعوة أمام ولكن إذا فشلت سينطوي ذلك على تداعيات خطيرة جدا تتعلق بالقضية الفلسطينية ولصالح هذا الإجرام الصهيوني وهذه ستكون سقطة قانونية وأخلاقية دولية لا تغتفر على الإطلاق إذا فشلت هذه الدعوة مع أن المزاج العام يقول بأن جنوب أفريقيا ستحرس تقدم في هذه القضية أهو المفترض إذا وجدت العدالة الحقيقية أن هذه المشاهد التي نتابعها على أرض غزة مشاهد الإبادة والجرائم ضد الأطفال والنساء كافية لوحدها بأن تثبت وتدين دولة الاحتلال الصهيوني كافية ولكن في محكمة العدل الدولية هناك 15 قاضي وكل قاضي يتبع دولة يعني 15 دولة والقاضي يتبع سياسة الدولة فيما يتعلق بالمواقف السياسية من الإبادة ومن إسرائيل ومن الفلسطينيين المواقف متفاوتة ومتنوعة فهناك عدد من الدول تتخذ موقفا سياسيا وليس قانونيا وليس أخلاقيا وتأمر ممثلها في محكمة العدل الدولية بأن لا يتبنى أو لا يؤيد دعوة جنوب أفريق على سبيل المفاقل هذا احتمال صحيح بس نحن نتطلع عليها كأنها هذه هي الورقة الأخيرة التي تلوح أمام هذه الكرة الأرضية بأن نؤمن بوجود لا أبدأ أقول عدالة لأنه لا يوجد عدالة على الأرض للأسف العدالة في السماء ولكن يمكن هذه هي الورقة التي نلوح فيها الآن ونقول ننتظر ونتطلع العالم أجمع ينظر إلى هذه الورقة هل هذه الورقة ستنتصر للمظلوم في العالم؟ إن لم تنتصر هذه الورقة في النتائج العكسية سلام بالتأكيد معظم الآراء القانونية على المستوى المحلي والدولي ترجح انتصار شكوى جنوب أفريقيا وكل الأدلة المتوفرة والمشاهد المتابعة تؤكد أن هذه القضية يجب أن تمر بسرعة وطفا المحاكمة ستستغرق سنوات للعلم لن تستغرق أسبوعنا أو أسبوعين أو ثلاثة المطلوب من المحكمة الآن أن تصدر قرارا فقط بوقف هم يسمونه إطلاق النار ولكن بوقف الحرب العدوانية الإبادية الإسرائيلية هذا المطلوب هذا هو المستعشة هذه التسمية الحقيقية لما يجري في غزة لذلك نعم ممكن أن تتصاعد وتطور المعركة الشعبية من أجل نزع الشرعية الأممية عن إسرائيل وهذه المهمة كبيرة جدا يجب أن لا تتوقف كل الجمعيات واللجان والهيئات النشطة إجتماعيا عن هذه المهمة بأنه كتحليل سياسي الضفة الغربية تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل من قطاع غزة مع خالص التقدير والاحترام لكل الشهداء والنضال اللي عماله بيكون هناك ولكن وزن الضفة الغربية يعني يقلق إسرائيل لـ 100 سنة لأودا هو الخطة العسكرية الإسرائيلية ضد غزة تأخذ في اعتباراتها الاستراتيجية عدم فتح أي جبهة أخرى أمام الجيش الإسرائيلي هدفهم الرئيسي هو إقصاء غزة من المشهد الصراعي بمعنى إبادة غزة والانتهاء منها أولا فهم يقلقون نعم من فتح جبهات أخرى ضدهم إلى جانب غزة ولذلك حتى في موضوع لبنان هم حريصون جدا على عدم فتح الجبهة مع حزب الله ولكن فيما يتعلق بالضفة الغربية أولا الضفة الغربية مشتعلة على مدار الساعة لم تتوقف في يوم من الأيام في مواجهة ليس فقط الجيش الإسرائيلي وأن مع عصابات المستعمرين اليهود مواجهات يومية في المدن في المخيمات في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية ومنسوب التصعيد يتزايد يوميا في ضوء ما يجري في غزة لأن غزة والضفة الغربية أصلا جزء من لا يتجزأ من فلسطين ومن القضية الفلسطينية والكفاح الفلسطيني الملحمة الفلسطينية تتكامل في التصدي للاحتلال في غزة في الضفة الغربية في الثمانية واربعين خارج فلسطين الملحمة تتكامل بمعنى مسيرة الكفاح الفلسطيني واسعة ومتكاملة في كل أماكنها الضفة الغربية تخشاها إسرائيل لماذا الآن تخشاها بسبب ثقلها السكاني والجغرافي والمقاوم الثقل المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد وتتزايد يوميا حتى عسكريا في كل المدن يعني في جنين في نابلس في طول كرم في عقب الجبر في بيت لحم في الخليل تتسع المقاومة في الضفة الغربية وكلما اتسعت المقاومة كلما زادت عملية استنزاف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هم يقلقون حتى على مستوى المستعمرات اليهودية بالضفة الغربية يقلقون من التحرك الفلسطيني في الضفة الغربية يريدون الضفة صامتة وهادئة وبلا مقاومة والحقيقة أن الضفة مشتعلة وتزداد اشتعالا يوميا ولكن ليس حتى الآن بمستوى انتفاضة شاملة الاحتلال لا يريد أن يرى انتفاضة شاملة في الضفة الغربية وإنما يريد من الضفة أن تبقى هادئة إلى حد ما نسبيا وهذا لن يكون هذا الاحتلال قاسي جدا وثقيل جدا ومجرم جدا والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يلتزم الصمت على هكذا احتلال وإجرام يومي من قبل الاحتلال فالانتفاضة في رأيي الانتفاضة قادمة الانتفاضة الشاملة قادمة عوامل اشتعال هذه الانتفاضة كامنة في الضفة الغربية متوفرة في أي لحظة في أي لحظة قد تشتعل الانتفاضة تلسطينية ما رأيك في الداخل الإسرائيلي؟ كيف تقرأ المشهد داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ مستقبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو إلى ما ستدوم هذه الحكومة برأيك؟ أنا شخصيا ليس مهما عندي مستقبل حكومة نتنياهو فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كلها من معسكر اليمين واليمين الفاشي حتى في أيام حزب العمل كانت الحكومة حكومة استعمار السيطاني وإرهاب واقتلاع إلى آخره ما أريد أن أؤكد عليه في المشهد الصهيوني أن هذه الخلافات التي نتابعها أولا على مستوى مجلس الحرب الإسرائيلي ثانيا على مستوى الحكومة الإسرائيلية المصغرة أو الموسعة كل هذه الخلافات تجري في إطار البوتقة الصهيونية المجتمع الصهيوني، الوحدة الصهيونية لن تشكل هذه الخلافات تهديدا مثلا بنهيار الحكومة الإسرائيلية أو بنهيار المجتمع الإسرائيل أو بنهيار الجيش الإسرائيلي يجب أن لا نراهن على هكذا انهيار في المجتمع الصهيوني هذا المجتمع متكامل وموحد في عدائه لنا عداء جذريا وستراتيجيا يجب أن لا نراهن على أن يتحول هذا المجتمع اليميني الفاشي إلى مجتمع يساري معسكر اليسار الإسرائيلي الذي كان قائما في يوم من الأيام تفكك وانتهى لم يعد من رموز لهذا المعسكر في المجتمع الإسرائيلي إيلان بابي من أهم المؤرخين الجدد في إسرائيل تم مطاردته وتم حصاره وترضه من فلسطين وعدد من كبار المؤرخين الجدد الإسرائيليين يجري مطاردتهم وحصارهم وقمعهم وتجينهم هذه العملية مفتوحة سؤالنا الأخير وباختصار اليوم يعني البحر الأحمر يعني المشتعل الخطوط التجارة حسنا بسأل نفسي اليوم ليش ما فيه تصعيد مثلا سياسي من الصين و هذا آخر سؤال فيه هدوء ما أنا يعني لا أستطيع أن أتحدث عن صمت أو هدوء الصين و روسيا إلى حد ما أو حتى يعني الدول الكبيرة المؤثرة على المستوى الأممي والدولي لهم سياساتهم و يجب أن طالب العرب أن يتحركوا أولا قبل الصين و قبل روسيا لا لا أنا بس هيك سؤال لأنه العرب مسافرين و ما منعرف بس يرجعوا لا لازم يرجعوا إن شاء الله يعني إشي مؤسف جدا إشي مؤسف جدا أمام هذه الإبادة الصهيونية الإجرامية التي لم تحصل في التاريخ أن نرى غيابا لمية الوجه العروبية عند العرب ما فيه مية وجه عروب إشي صادم إشي مذهل نأمل أنا شخصيا دائما متفائل بأن تستعيد الأمة العربية دورها على المستوى الفلسطيني والدولي في الزمن الجميل الذي كنا يعني تابعنا عشناه و عرفناهم كان للعرب دور كبير على المستوى الأممي و كان له دورا مؤثرا جدا يعني عبد الناصر رحمة الله عليه كان يلقي خطابا كان يحرك كل العواصم العربية جماهيريا على سبيل المثال اليوم فيه شوية مظاهرات و احتجاجات ولكن ليست كافية المطلوب يقضى عروبية حقيقية على المستوى العربي يقضى منتمية لقضايا الأمة العربية و في مقدمتها القضية الفلسطينية و لذلك نأمل بأن يتحرك الوضع العربي على نحو أكثر تأثيرا نتأمل ذلك لصالح القضية الفلسطينية إن شاء الله نتأمل ذلك مرة أخرى أنا بدي أشكرك على الهدية القيمة و شكرا لوقتك و مبروك جهدك أنه يعني موسوعة الهوليكاست الفلسطيني المفتوح شكرا جزيلا يعني أن تكون باللغة الإنجليزية هي للرأي العام الأجنبي و أكي يطلع على ما يجلي في فلسطين شكرا جهدك يعطيكم العافية شكرا جزيلا لكم